التماهي بين المبدع وشخوصه كثيرا ما نلاحظه في أعمال أمين ريان فهو آدم في حافة الليل وغريب في القاهرة 1951 ذلك الفنان التشكيلي والأديب المعذب ليس بهمومه الشخصية فقط ولكن بقضايا مجتمعه سيد أمين ريان البطل في معظم أعمالك الأدبية بنجد في ملامح كثيرة منك ليه؟ ليه إن أصل الرواية مثلا في مذة بيسميها تشظي الأنا يعني الأنا بقية الإنسان تتشظى، تتعدد، يبقى شظايا فأنا كل حاجة أختارها بنفي عشر، بنفي عشر حاجات كل طريقة أختاره بلغي عشر طرق كل خطة بختارها بلغي عشر خطط كل هوية بختارها لغيت تسعة هويات دول بيرجعوا يعيش شغلي لو كنت ما لغيتهمش ولذلك في النقد العالمي كل أبطال ديستوفسكي هما ديستوفسكي وأيضا بلزاك اللي لا يقل عظم عنه كل أبطال بلزاك هما بلزاك مع شيء من التعديل أو شيء من الملوطفة يعني وبالتالي كل أبطالك هم أبطالك ولذلك كل أبطالي هما أنت ده بالنسبة للكتابة الأدبية لكن الملامح دي بتظهر في أعمالك الفنية التشكيلية؟ لو تتبع بقى لو لو فايق ودارس وتتبع الأسلوب تتبع البناء تتبع الستايل تتبع الفورم تتبع اختيار الموضوع هتلاقيه برضو يراه نفس الكلام